في لوحة فنية التقطتها عين الكاميرا الخاصة بها جمعت صابرين بين جمال وأنوثة المرأة الفلسطينية وأصالة تاريخنا العريق لتفوز صورتها اليوم بمسابقة في عيونهن التي شاركت فيها 77 صورة من الضفة الغربية وقطاع غزة فيه قصة أوية وراء الصورة موسيقية فلسطينية مش إشي مألوف وكمان أكيد فيه الطابع الجمالي بالصورة يعني مصورة في محل قصر جاسر لهو مبنى عربي عريق جدا وأديم استعملت كمان بصراحة شوية إفاكتز زي كأنه برداي طايرة بالهوى لأنه فيه رحانية بموضوع التصوير في عيونهن مسابقة نظمها مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة الثقافة لتتيح المجال للمصورات كي ينقلن مشاهد الحياة اليومية وتفاصيلها بعيونهن نهتم أول شي جامعة بيرزيت في مركز تطوير الإعلام أو الجامعة بصورة عامة تهتم بالثقافة والثقافة اللي جاي من سيدات فلسطين بصورة خاصة وهذا المعرض التصويري يدل على ثقافة عالية في المجتمع الفلسطيني صور حقيقة كل صورة تعطيكي قصة من قصص بطولاتنا وقصص نجاحاتنا قصص المعاناة أو قصص حتى النصر والنجاح والفرحة والعذاب تعكش كل شيء خاصة عندما تصور المرأة مرأة أخرى فتتغلل في داخلها وترى ما بداخلها ماذا تريد أن تقول هذه المرأة بهذه المهنة كل الشكر كل اعتزاز كل التقدير لنسائنا جميعا وتنظم هذه الفعالية برعاية البنك الوطني الذي يعنى بالمرأة الفلسطينية عناية خاصة ويخصص برنامجا شاملا لها يأتي دعم البنك الوطني لهذه المصابقة اليوم تماشيا مع توجهاتنا بتمكين المرأة الفلسطينية في كافة المجالات واعطاها الفرصة للإبداع والتميز نتمنى أن المتصابقات والفائزات يحققوا تموحهم ويقدروا ينقلوا صورة فلسطين وصورة المرأة الفلسطينية الحقيقية للعالم واستطاعت المشاركات في هذه المسابقة عكس رسائل جمالية وثقافية متنوعة من شقي الوطن بشهادة خبراء في مجال التصوير أول ما نفكر بإنشاء معرض ومسابقة مخصصة للنساء بفلسطين مشكورين هم مركز تطوير الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة شؤون المرأة وهذه تعتبر سابقة في فلسطين يجب البناء عليها يجب تطويرها أكثر رسالة هذا المعرض هي رسالة أمل وإرادة وتحدي نستطيع من خلالها أن نحقق المزيد من الفعل الثقافي لفلسطين وأيضا لنواجه التنميط الإعلامي الذي يحاول دائما أن يصادر دور المرأة بشكل أو بآخر في المجتمع الفلسطيني وكرمت الجامعة الفائزات في هذه المسابقة وكل من تعاون في إنجاحها كما خصصت معرضا لصور المشاركة يستمر على مدار الأيام المقبلة في سبيل تشجيع النساء على المشاركة في مثل هذه الفعاليات في سبعة وسبعين صورة التقطت في شقي الوطن لخصت الفلسطينيات حكاية سمودهن على هذه الأرض فأمهات وزوجات الشهداء والأسرى هنا أيضا من يحققنا الإنجازات والإبداعات ويبنينا بسواعدهن هذا الوطن من جامعة بيرزيت وفاء عروري تلفزيون وطن